السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغتي الجميلة بارك الله فيكم سوف نستكمل اليوم درسنا عن الفاعل أحسنتم أيها الأبطال نبدأ كالعادة بمراجعة سريعة ثم ننطلق إلى ما تبقى لدينا من الأهداف والتدريبات بارك الله فيكم أيضا معي في لغة الإشارة زميلة السادة يسرى الشهري لترجمة الدرس بلغة الإشارة أنطلق وإياكم الوظيفة النحوية النحوية هي الفاعل نستذكر بارك الله فيكم بعض النقاط المهمة أنواع الجمل جملة اسمية وجملة الفعلية الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل الفاعل هو درسنا اليوم ذهب طلال إلى مدرسته بارك الله فيكم نستخرج من هذا المثال الفعل والفاعل ذهب طلال إلى مدرسته أين الفعل؟ أحسنتم ذهب هو فعل وطلال فاعل أيضا أيها الأبطال سافر أبوك إلى مكة لأداء العمرة أين الفعل؟ أحسنتم سافر سافر والفاعل أبوك إذن بارك الله فيكم سافر فعل وأبو فاعل ماذا نسمي من قام بالفعل؟ أحسنتم فاعل أو الفاعل هل يمكن أن يحدث فعل بدون فاعل؟ أحسنتم لا يمكن حدوث فعل بدون فاعل الجملة الفعلية تتكوى من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل بارك الله فيكم الفعل والفاعل أنتقل وإياكم إلى هذه الجملة أستخرج منها الفعل والفاعل الجملة الأولى يقرأ التلميذ قصة مفيدة يقرأ التلميذ قصة مفيدة الفعل أحسنتم يقرأ الفاعل التلميذ الجملة التي تليها ينجز المهندس المشروع الفعل ينجز الفاعل المهندس تطبخ الأم الطعام تطبخ الأم الطعام الفعل تطبخ أين الفاعل بارك الله فيكم الأم أيضا أيها الأبطال تطبخ الأم الطعام سبق وأنت تعرفنا على الفعل والفاعل الفعل تطبخ والفاعل الأم تتناول الأسرة الطعام الفعل تتناول والفاعل أحسنتم الأسرة أيضا أيضا أنتقل وإياكم إلى الاستنتاج النهائي الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل أيضا تعرفنا في درسنا السابق أن الفاعل اسم يدل على من قام بالفعل أما في درسنا اليوم بإذن الله سبحانه تعالى الهداف أن يميز الطالب الفاعل واستعماله أيضا أن يستنتج الطالب والطالبة العلامات العربية للفاعل الهدف تمييز الفاعل واستعماله ثانيا استنتاج العلامات العربية للفاعل وهي موجودة لديكم في الكتاب أرجع إلى الجملة الجمل السابقة وألاحظ الفاعل الجمل التي سبق وأن قرأناها نعود إليها ونركز على الفاعل ونركز على الحركة آخر الكلمة أو آخر الفاعل ما الحركة التي تظهر على آخره أحسنتم أيها الأبطال هي الضمة وعلى ما تدل حركة الضمة رفع أم نصب أم كسر أحسنتم هي الرفع والرفع هنا تسمى حالة تسمى حالة نركز الآن أيها الأبطال بارك الله فيكم وقف مهند مهند آخر الإسم أحسنتم الحركة في آخر الإسم هي الضمة أيضاً زار عمر آخر الإسم أحسنتم الحركة هي الضمة أيضاً يفرح الناس آخر الإسم الضمة أخيراً يقبل الإبن آخر الإسم الضمة أولاً هذا الإسم هو الفاعل والفاعل ينتهي الآن كما هو واضح أمامنا بالضمة والضمة هي للحالة للرفع والرفع هنا حالة إعرابية أحسنتم أيها الأبطال إذن أقول فاعل مرفوع أركز فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر بهذه الطريقة أيها الأبطال أرجع إلى الجمل السابق وألاحظ الفاعل ما الحركة التي تظهر على آخر كما بيّنت لكم الضمة ألا ما تدل حركة الضمة تدل على الرفع نستنتج الفاعل مرفوع دائما الفاعل مرفوع دائما هذه النقطة الأولى والعلامة التي تظهر على آخره هنا في الأمثل التي معنا هي الضمة إذن أستطيع أن أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أيضا أستفيد أن الفاعل يأتي بعد الفعل الفاعل يأتي بعد الفعل لكل فعل فاعل فإذا وجدت فعلا وجب علي أن أبحث عن فاعله إذن هذه نقاط يجب أن أطبقها سوف أستطيع استخراج الفعل والفاعل بهذه السهلة تعلمت قواعد لا أنساها الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين الفعل والفاعل الفاعل اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل من قام بالفعل أما علامته فعلامة رفع الفاعل هنا الضمة التي تظهر على الحرف الأخير منه إذن علامة الرفع أيها الأبطال هي الضمة التي تظهر على الحرف الأخير أتأمل ها أيها الأبطال وأعود وأطبق على الأمثلة السابقة وأركز آخر الفاعل الحرف الأخير المقصود بآخر الفاعل الحرف الأخير مثل مهند الحرف الأخير حرف الدال العلامة أحسنتم الضمة وهي علامة رفع وهكذا مع بقية الأسماء أيضا أيها الأبطال نبدأ بالتطبيق بارك الله فيكم أضع الأسماء الآتية في جملة تكون فيها فاعلا ثم أنطقها نطقا سليما أريد منكم أيها الأبطال الآن هذه الكلمات الثلاث العيد المعلمة المسافر أن نضعها جميعنا في جملة مفيدة لكم لكم الحرية في كتابة هذه الجملة ولكن يجب أن تكون تامة مفيدة وبعد أن ننتهي نعود إلى المقطع ونناقش هذه الجمل وأضع لكم جمل نموذجية أو من إنشائي أنا إذن نكتفي بهذا القدر أيها الأبطال ونكمل وأقرأ السؤال أولا أضع الأسماء الآتية في جمل تكون فيها فاعل إذن هذه الأسماء سوف تكون فاعل ثم أنطقها نطقا سليما أولا يجب أن كي تكون فاعل يجب أن أأتي بفعل يجب أن أأتي بفعل فمثلا العيد أستطيع أن أقول أقبل العيد بأيامه السعيدة إذن أتينا بفعل أقبل أصبح العيد فاعل مرفوع على مترفعه الضمة وركز على النطق السليم أقبل العيد بهذه الطريقة بأيامه السعيد السعيدة أيضا الكلمة التي تليها أو الاسم التي تليها تليها المعلمة شرحت المعلمة الدرس شرحت هنا فعل إذن أتينا بفعل مناسب شرحت المعلمة أصبحت هنا الفاعل الدرس أيضا ضبطنا آخر الاسم أو آخر الفاعل ضم الظاهرة على آخره الكلمة التي تليها المسافر أستطيع أن أقول عاد المسافر إلى وطنه عاد فعل المسافر أحسنتم فاعل مرفوع على مترفعه الضمة أيضا أيها الأبطال لا أركز فقط على الفاعل وأضبط آخره وأهمل الفعل فالفعل أساسي والفاعل أيضا أساسي وكل كلمة لدينا مهم أن أضبطها ولكن كما تعلمنا أولا في الدرس السابق أو دروس السابقة الفاعل الفعل ثم الفاعل وهو درسنا اليوم إذن المهارة التي معنا اليوم هو ضبط أو التعرف على العلامة الإعرابية وكانت الضمة أيضا ننطقها نطقا صحيحا سليما أقبل العيد شرحت المعلمة عاد المسافر بهذه الطريقة أيها الأبطال لو قمتم بقراءة الجملة كاملة لأصبحت هذه الجملة أو لكانت وعظها لكم أن الجملة تامة مفيدة أرجو منكم أيها الأبطال أن تكون إجابتكم أن تكون إجابتكم جمل من إنشائكم مفيدة كاملة تامة أنتقل وإياكم أيضا أضع فاعلا لكل فعل الآن لدي أفعال وأريد أن آتي بفاعل أضع فاعلا لكل فعل من الأفعال الآتية ثم أنطق الجملة نطقا سليما بنفس الطريقة أيها الأبطال وصل يزدحم هبت بنفس الطريقة إيقاف المقطع أقوم بكتابة الجمل أو أقوم بكتابة هذه الكلمات ووضعها بجمل مفيدة ثم نعود ونتابع المقطع ونرى إجاباتنا بارك الله فيكم بعد أن انتهينا أيها الأبطال من كتابة الجمل نستعرض بعض الإجابات التي هي من إنشائي وصل هذا فعل أيها الأبطال سوف أضعها في جملة مفيدة وآتي بفاعل مناسب وصل أحمد إلى المدرسة إذن وصل فعل ماضي مبني على الفتح أحمد أتينا بفاعل أحمد فاعل مرفوع على مترفعه الضمة يزدحم يزدحم الناس في الأسواق يزدحم الناس في الأسواق أخيرا هبت هبت رياح عاصفة هبت رياح عاصفة وضعنا أيضا وضعنا العلامة العربية للفاعل ونطقناها نطقا سليما آمل أن تكون إجاباتكم بهذه الطريقة أيها الأبطال أحب وطني ألاحظ أيها الأبطال هذه الصور وأتعملها نصف دقيقة ثم نعود نكتفي بهذا القدر أيها الأبطال الآن أعبر عن الصور بجملة فعلية تامة تامة الأركان إذن سوف أأتي بفعل وفاعل وبعض الكلمات المناسبة نعبر عن الصور الأولى والصور الثانية فنقول يكتب الولد على الصبورة أتينا بفعل والفاعل يكتب الولد على الصبورة أيضا الصورة الثانية تقرأ الفتاة الكتابة تقرأ الفتاة الكتابة الفتاة الكتابة أتينا بالركنين الأساسيا للجملة الفعلية تقرأ الفتاة ثم أضفنا الكتاب لأنها تقرأ هذا الكتاب بارك الله فيكم بهذه الطريقة أستطيع أن نعبر عن بعض المشاهد وبعض الصور الفاعل في الجملة الآتية نستخرج الفاعل من الجملة التي تظهر معنا الآن رجعت هند إلى البيت فرحة مسرورة أين الفاعل أيها الأبطال نفكر قليلا أين الفاعل أحسنتم هند لماذا بارك الله فيكم لأنها هي التي قامت بالفعل إذن رجعت الفعل هند الفاعل بهذه الطريقة أيضا هند البيت رجعت اخترنا هند واستخرجناها من الجملة أيضا بنفس الطريقة أيها الأبطال تتناول الأسرة الطعام أين الفعل تتناول الأسرة الطعام أين الفعل من هذه الكلمات أحسنتم بارك الله فيكم الأسرة الأسرة هي الفاعل أقرأ الفقرة الآتية وأحدد الفعل والفاعل وأنطقهما نطقا صحيحا نقوم الآن بقراءة هذه الفقرة ثم نستخرج الفعل والفاعل من هذه الفقرة أرجو التركيز والانستماع جيدا أشرقت شمس العيد فعمت السعادة الجميع وبدأت مظاهر العيد على كل الوجوه وفي كل البيوت والشوارع تبتسم الأفواه وتردد الألسنة عبارات التهنئة يرتدي الصغير والكبير الملابس الجديدة ويحصل الأطفال على العيديات من الأهل والأقارب نستخرج أيها الأبطال ونحدد الفعل والفاعل من هذه الفقرة أشرقت شمس العيد الفعل أحسنتم أشرقت الفاعل شمس فعمت السعادة الجميع عمت الفاعل السعادة وبدأت مظاهر العيد على كل الوجوه وبدأت مظاهر العيد على كل الوجوه بدأت فعل والفاعل مظاهر وفي كل البيوت والشوارع تبتسم الأفواه وتردد الألسنة عبارات التهنئة تبتسم الأفواه الفعل تبتسم الفاعل أحسنتم الأفواه يرتدي الصغير والكبير الملابس الجديدة أحسنتم الفاعل يرتدي قبل أن نكمل هذه الجملة تردد هنا تردد الألسنة عبارات التهنئة تردد فعل الألسنة فعل أيضاً يرتدي نكمل يرتدي الصغير والكبير الملابس الجديدة ويحصل الأطفال على العيديات من الأهل والأقارب أحسنتم يحصل الأطفال في هذه الطريقة استخرجنا من هذه الفقرة عدد من الأفعال والفاعل في نهاية درسنا اليوم تعلمنا استنتاج العلامة العربية للفاعل وهي أحسنتم الضمة وضعنا فاعلاً للأفعال أخيراً استخرجنا الفعل والفاعل من فقرة معروضة بارك الله فيكم إلى هنا نكون أنهينا هذا الجزء من درسنا اليوم ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة